أيها الأحباب الكرام من صفات المحسنين قال الله تعالى في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن أهم صفات المحسنين في هذه الآية أهم صفة تميزهم عن باقي القلائق أنهم يعفون عن الناس العام أيها الأحباب الكرام والعفو الخاص من أهم صفات المحسنين أنهم يعفون عن الناس عز وجل فما أحوجنا وأحرانا في زمننا هذا عن العفو فحديثي اليوم ما حضراتكم عن العفو عند المقدرة نعفو عن الناس أيها الأحباب الكرام لماذا نعفو عن الناس إذا عفوت عفى الله عنك وإذا غفرت غفر الله لك وإذا سامحت سامحك الله سبحانه وتعالى نعم أيها الأحباب الكرام نحن نبتغي من الله العفو ونبتغي من الله المغفرة ونبتغي من الله الرحمة سبحانه وتعالى فارحم ترحم واغفر يغفر لك وسامح يسامحك الله عز وجل واعفو ليعفو الله عنك سبحانه وتعالى فنحن في أشد الاحتياج إلى هذا الدرس أيها الأحباب الكرام ما كثرت طلاق في زماننا هذا إلا بسبب عدم العفو عدم عفو الزوج عن زلات زوجته وعدم عفو الزوج عن زلات زوجها وإذا بهم يبادران إلى الطلاق والعياز بالله كذلك أيها الأحباب الكرام الخصام ما بين الأسر الخصام ما بين الإبن وإبن سبب عدم العفو كذلك الخصام ما بين الأقارب أيها الأحباب سبب عدم العفو فلابد أن نعفو لذلك قال الله تعالى خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو فعل أمر أيها الأحب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيها الأحباب الكرام ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة من أراد العزة في الدنيا وأراد العزة في الآخرة فعليه أن يعفو عن الناس وفي الحديث المتفك عليه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لحظة الغضب ممكن أن تبطش بمن أمامك أو تضرب من أمامك أو تفعل فيه فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى لذلك أمرنا أن نمسك بأنفسنا عن الهفوات والزلات والنقائص أيها الأحباب الكرام وتعالوا لنضرب أروع الأمثال أيها الأحباب الكرام في العفو عند المقدرة ترجمة نانسي قنقر